اشتركوا في القناة للحفل القاسم والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كلمة بهذه المناسبة اشتركوا في القناة للحفل القناة للحفل القناة للحفل القناة للحفل القناة للحفل القناة للحفل القناة لهذا اشتركوا في القناة يبدو كيف يتنسى وكيف يتنسى كيف حصول الناس اشتركوا في القناة انا رأيتها جدا ولكن ننتظر على التعليم الثلاثة، إن شاء الله. ومع ذلك، وأكثر من أكثر، أنا أتمنى أن أتمنى لله، لأنه فيه وفره وفره وفره. كما ترى أولاً، الرجل من بحرين التعليم للتعليم هو أكثر عظيمة، وفره وفره. ليس فقط يتبع فيه وفره، فالكتورة، من قبل أخي، رجل سلمان بن حمد الخليفة، ولذلك فإن لكم. الموضوعين فقط تماماً. حيث الآخرين يتمون الآخرين في الطرف خلاص بحرين، لذلك منذ ذلك، الموضوعين بالبحرين يستهدئين والعلمان على غطاء. هذا التعليم للتعليم الآخرين يكفي من كل المعارضة في طالعين يقفون بطالب، فقط لبعور المساعدة والحزيب وغير في المنزل، وظهر فيطاف الأفدام، بطاعة الرجال، هو الغازة عن النساء والإجراءه للبطول رفا وآله النساء الحمد هو فقط نكارات الأرض الأرض لنهارة الوجودة بالنساء والغتراضي وعلى تماماً جائلاً وهي فلا وإنهارة والفيولوطيسية وامنهاره وحيطاناً بذلك لأنكم في مناتك ومنامسك النساء الحمد رفا ورق لها رقم ب Hit Near. Due first time we now have over 7000 participants from 122 countries around the world. This is the largest participation to date. We can now honestly say that the rapid effect of the initiative can be felt around the world, makes us three proud and honored. His actımızı has taught us to have faith and hope. And if I talk about that in particular I'm gonna go endless عن المترجم من عملنا أن الرسل غير غير المطالب والنوحة في محراء اليوانا ف SKконت tetارات ahorita وbow評نا عيونان بعض الناس في بحران عمليا ع confidential figures في محران وما هو فإن دعونا الشرطان بحران كيف جدت دخول الإحداث في بحران يوجد الدافع والبرك disorders جائعًا وف процесс ومن حتى الى النوم، ننتظرًا. هذه الوضعات مهمة جدًا. لدينا جديد تحديد هذا العمل، وقد عملنا مجدًا لنا ويرفعنا على تأكد أن ننسك كل دور الأعزاء إلى أبناء. هذا هو مجرد من المقبلين التي يتقالى المدينة على المنطقة و أنا أتهمة أتمنى أن نرى كل شخص المخلول ويقع أن تفاعل كل شخص المخلولة في بحرين تشعر نفسه لأننا تؤثر من ربيع أن ندرك زنانتياً ندرك سنوعة هل تتواجد؟ ندرك سنوعة ونديك أن ندرك حوالياً، ندرك حوالياً، ندرك حوالياً. فأناً أن نحن إستعمالت هذا المعطاق التي هل Three role in your second home Bahrain to the world. I am 100% sure and I am 100% guaranteeing you, that you will see big difference. So, really, his majesty has taught us all to trust and empower our youths. This is Bahrain's message to the world, and you are our partners and ambassadors. We have much more together to ensure a brighter future for all. We say this with optimism and excitement. So we look forward to ever-growing global partnership and please allow me to close by congratulating the winners by thanking all who have worked on the award particularly the Ministry of Youth, the Ministry of Foreign Affairs the United Nations Economic and Social Council the United Nations Development Program in the Kingdom of Bahrain and to the members of the governing and awarding committees. لقد قمت على عدد الكثير من الناس ومن ذلك نشكركم نشكركم على محاولة البحرين وشكرا جلالته الواضحة لدعم الشباب ليس فقط على مستوى مملكة البحرين وإنما على المستوى العالمي لافتا إلى اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعته المستمرة للجائزة كان له الأثر الإيجابي في تحقيق هذه الشهر الواسعة ليصل صداها إلى 122 دولة وتحظى بمشاركة واسعة مشيرا إلى أن لجنة تحكيم الجائزة شهدت مشاركة نخبة من المحكمين الذين يشاروا لهم بالاحترافية في عملهم والنزاهة والشفافية على المستوى الدولي ثم قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم الفائزين في الجائزة حيث جاءت النتائج على النحو التالي الفائزين من فئة الشباب فئة جائزة الكوكب جيراردو هيمينيز من المكسيك عن مبادرة رسايسل أب جائزة الشعوب أليزليتر من كندا عن مبادرة جائزة الشراكة كريستيان جيكوبسون من فنلندا عن مبادرة سيستينبل فيلتشر كرياشن جائزة السلام سارا موري من الولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة فريد توران المؤسسات التي تمنح مساحة للشباب لصناعات القرار وخلق الفرص للعمل الشبابي شركة نفط البحرين بابكو من مملكة البحرين عن مبادرة The Babco of Tomorrow الفائزين في فئة داعمية الشباب فئة موفري التقنيات الفنية الدعمة للشباب روما مخرجي من الولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة السانتي أفريكا فاونديشن ترجمة نانسي قنقر قيادتها على المستوى العالمي في رعاية القطاع الشبابي وتعبيرا عن إيمان جلالة الملك المعظم بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم نحو مستقبل مشترك يسوده السلام جاء إطلاق الجائزة العالمية الأولى من نوعها لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحمل معها أهداف النبيلة في حث الشباب والأفراد والمؤسسات على تقديم المبادرات التي تهتم بتنفيذ الأهداف الأممية الجائزة الحقيقة زي ما حضرتكم سمعته في الكلمات نمت نمو سريع جدا من أول مرة تعملت في 2018 كان عدد البلدان المشاركة 87 بلد حوالي 667 مشارك هذا العام عندنا 122 دولة فيهم 7200 مشارك من كافة نحية العالم وزي ما حضرتكم شفتوا الفائزين من الجوائز من كل بلدان العالم صاحب المصلحة الرئيسية فيهم الشباب لأن الشباب اللي كان عنده 15 سنة وقت ما اتعملت الأهداف في 2015 هم في ريع الشباب دعان الشباب أما ينصل إلى 2030 وبالتالي هيكون هم مصلحتهم أن تتحقق هذه الأهداف بدأت الجائزة بـ 600 مشارك لكن مثل ما ستفضل يسمونه شيخ ناصر اليوم تقال أنه في أحيان السنة 7000 مشارك من 122 دولة فالجائزة بالعكس صار لها صدى عالمي وتضاعفت أعداد المشاركين في الجائزة لأنها تمس جزء جدا مهم وشريحة جدا هامة في مجتمعاتنا وخاصة مجتمعاتنا العربية اللي وهي شريحة الشباب وقد أظهرت إحصائيات وأرقام النسخة الرابعة من الجائزة تقدما كبيرا في عدد المشاركين مع زيادة عدد الدول المشاركة فيها الأمر الذي يؤكد انتشار الجائزة واستغطابها لمزيد من المشاركات انخراط الشباب في هذا المشروع للاستفادة القسوة من تنفيذ هذا المشروع وبذلنا أكبر جهد ممكن لاستقطاب أكثر من خمسمائة مهندس ومهندسة وفنيين للعمل وتوظيفهم للعمل في هذا المشروع الحيوي الضخم فالجهد اللي بذلناه خلال العام الماضي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة المبادرة اللي قمنا فيها وقدمنا باسمها هي مبادرة بابكوالغاد مبادرة بابكوالغاد تشمل كل نواحي التمكين الشباب في الشركة منها التدريب ومنها التدريب ما قبل التوظيف والتدريب ما بعد التوظيف والتدريب مستمر على مراحل متطاورة في خطة عمل الموظف وقد حرصت مملكة البحرين منذ إطلاق هذه الجائزة على إحداث نقلة نوعية إيجابية في المسارات الحضرية لتحسين مستوى الشباب مما يجعلهم منتجين ومساهمين في رفاهية مجتمعاتهم وبيئتهم إلى جانب جعلها مناصة سنوية تحقق أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إيمانا بقدرة الشباب آتت هذه الجائزة من قبل جلالة الملك المعظم بنسختها الرابعة لتعبر لشباب العالم رسالة مملكة البحرين ليواصل الشباب تقديم الإنجازات والمبادرات وإبداعاتهم في تقديم الحلول المستدامة ليعمل استغرار والسلام طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر